المسيحية المسيحية ما هو ما فيش اشي اسمه ديانات عند الرب هي ديانة واحدة في العالم يا انت بتتبع يسوع المسيح او انت بترفض يسوع المسيح الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه اي يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانة جلس في يمين العظمة صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم فهل يعقل بعد ما ان المسيح ييجي الكامل القدوس البار لم يفعل خطية وهو كمال الاعلان وهو كمال الكمال وكمال الجمال وجمال الكمال اي يعقل انه الله يرسل نبي او رسول مع كل احترامة بعد هذه الشخصية العظيمة وإلا كل انسان رح يوجه نظر الله الله بيسأله ليه طب شو الاشي الناقص شو الالذي لا يعمل شخصية يسوع المسيح كاملة انا اجيت للمسيح احبائي لانه شخصية المسيح حازمة حاسمة ولا مرة تردد ولا مرة تعثر ولا مرة قال اعطوني مهلي بس بكرة برجعلك في الجواب لم يعتذر لم يستسمح لم يستغفر ربه لم يعني كان واضح بكلامه شفافية وضوح مفيش اي يعني شيء مخبأ كل يعني شخصيته هويته واضحة ايعقل بعد الاعلان الكامل الله يتعامل معنا بايش اقل من يسوع المسيح ولو اتعامل معنا اقل من يسوع المسيح هو كلمة الله ايعقل ان يكون اي شخص مين يعني ابدا مين الاهم في الموضوع كلمة الله واللي اي رسول اخر فاذا نفكر في هذا الموضوع الله ما عندوش ديانتين عندو ديانة وحدة يا انت في المسيح او خارج عن ديانة المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة